بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم بتاريخ 25 فبراير 1986 تقدمت الأستاذ أسما محمود محمد طه والأستاذ عبداللطيف عمر حسب الله بعريضة طعن دستوري يطلبان فيها إعلان بطلان إجراءات محاكمة المواطن محمود محمد طه تلك الإجراءات التي قادت للحكم عليه بالإعدام وتنفيذ الحكم مثل هيئة للدفاع على ساتذ المحامين طه إبراهيم عبدين إسماعيل عبدالله الحسن محمود حاج الشيخ جيريس أسعد جيريس ودكتور بيتر نيوت كوك والغطة ضمنت صحيفة الطعن سردا كاملا للأحداث والملابسات التي سبقت إجراءات القبض والمحاكمة وذلك من واقع المستندات التي تبين أن الرئيس السابق وآخرين كانوا قد بيتوا النية على اغتيال الأستاذ محمود محمد طه الطعن الدستوري يرتكز على نقطتين الأولى عدم قانونية تعيين قضاة محكمتها الموضوع من استئناف وإغفال سلطة المحكمة العليا في تأييد الحكم والثانية استهانت تلك الإجراءات بحقوق المتهم في أن ينال محاكمة عادلة وفق إجراءات صحيحة وتتلخص مخالفة الإجراءات في الآتي واحد كان تعيين قاضي الموضوع باطلا لعدم استفائه شروط المواد 20 إلى 29 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1450 جرية اثنين قاضي الموضوع بنى على المادة ثلاثة من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 وبذلك لا يمكنه توجيه تهمة الردة لكنه أقحمها تلبية لرغبة الرئيس السابق ثلاثة قاضي الموضوع نصب نفسه مشرعا حينما أشار إلى تهمة تحت المادة الثلاثة من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 ذلك أنه قانون يخلو أصلا من نصوص عقوبات أربعة تم العثور على مذكرة متسوسة بالمحضر صاغها مجهول ليستعين بها قاضي الموضوع في إصدار حكمه خمسة تكوين محكمة الاستئناف الجنائية بواسطة رئيس الجمهورية كان إجراءا غير قانوني إذ أن المادة 16 ألف من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية تحد سلطاته على تكوين المحاكمة الجنائية وليس محكمة الاستئناف ستة تشكيل محكمة الاستئناف الجنائية من ثلاث قضاء يتعارض وصريح المادة 11 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية حيث تنص على أن يباشر الاستئناف قهض واحد سبعة يترتب على تكوين وتشكيل محكمة الاستئناف على ذلك النحو بطلان كل إجراءات الحكم الصادر عنها ثمانية محكمة الاستئناف التي كونها رئيس الجمهورية وعين قضاتها بقرار جمهوري ليست مختصة بسلطة تأييد حكام الاعدام فالاختصاص بذلك هو مهمة المحكمة العليا وحدها حسب نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 تسعة تنفيذ حكم الاعدام قبل تأييده من جانب المحكمة العليا يتطابخ وجريمة القتل العمد بتجاهله لنص المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 عشرة تنفيذ حكم الاعدام على شخص تجاوز السبعين عاما يخالف نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 حداشر قانون العقوبات لسنة 1983 لا يتضمن ما يسمى بجريمة الريدة ثم إن افترضنا أنها متضمنة لم تأتي من قبل محكمة الموضوع وإنما استحدثتها محكمة الاستئناف اثناشر استندت محكمة الاستئناف على حكم غيابي بردة الأستاذ محمود محمد طاها صدر عام 1968 من محكمة شرعية غير مختصة أصلا بإصداره ولكن حتى لو افترضنا أن ذلك الحكم كان صحيحا فإن المحاكمة مرتين على فعل جنائي واحد تشكل مخالفة صريحة لنص المادة 118 ألف من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 13 جميع الأوامر التي أصدرتها محكمة الاستناف كعدم الصلاة على جسمان المواطن محمود محمد طاها وعدم دفنه بمغابر النسلمين ومصادرة كتبه ومضبعاته ومغتنياته ليس لها مكان في قانون العقوبات وتنتهك علنا حقوقه الشرعية 14 محاكمة المواطن محمود محمد طاها بما سمي بجريمة الردة تعتبر تعديا على حقه المكفول له بمجب المادة 70 من دستور 1973 والتي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص عن جريمة لا يوجد عليها قانون وقت ارتكابها 15 إن قيام محكمة الاستيناف بدور الاتهام أفقدها حيادها واستقلاليتها متجاهلة بذلك أحكام المادتين 61 و 185 من دستور 1973 16 نصب رئيس الجمهورية السابق نفسه سلطة قضائية وأجرى محاكمة جديدة مصرحا في بيانه بتأييد الحكم أنه درس محضر قضية وبيناتها ومستنداتها مستعينا بالله وكتب الفخ والقانون وهذا يشكل تغولا صارخا على اختصاصات السلطة القضائية 17 محكمة الموضوع لم تشير في حكمها الابتدائي إلى مستندات مرفغة بمحضر الدعوة الجنائية ليأتي بيان رئيس الجمهورية معلنا أنه درس محضر القضية وبيناتها ومستنداتها مما يعني أن محكمة الاستيناف قد غامت بدس مستندات لم تكن أمام محكمة الموضوع مما يشكل تزويرا في المحضر 18 لا يوجد سند قانوني على الإطلاق لعقد جلسة الاستتابة يوم 19-1985 ولا للأوامر القسرية التي أصدرتها محكمة الموضوع في تلك الجلسة 19 إنما كان يقوم به المواطن محمود محمد طه من نشاط لم يكن إلا ممارسة لحقه الدستوري في التعبير عن عقيدته وفكره بالطرغة السلمية دون أن يشهر سلاحا أو أن يقهر أحدا على قبول أفكاره محاكمته بهذا الشكل تجهض الحقوق الأساسية والدستورية ومن ثم فهي باطلة لمخافلفتها للمالدتين 47 و 48 من دستور عام 1973 لكل ما تقدم ترى هيئة الادعاء أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الجنائية بالقرطوم في حق محمود محمد طه ورفاقي بتاريخ 15-1986 تجاوز حقوقهم التي تكفلها لهم المواد 64-71 من دستور السودان لسنة 1973 ورغم بطلان الحكم فقد أصبح حقيقة في ذمة التاريخ ولم يعد من الممكن استدراك النتائج التي ترتبت على تنفيذه كما لم يعد ممكن أن بعث حياة وئذت بيد أنه يتبقى أمر يوهري وهو أن المدعين حقا في الحصول على إعلان بالحقائق المتعلقة بهذه المحاكمة التاريخية على ذلك صدر حكم المحكمة العليا الدائرة التستورية بأغلبية أربعة قضاء للمحكمة العليا وهم السيد محمد مرغني مبروك، السيد فاروق أحمد إبراهيم، السيد زكي عبد الرحمن، السيد محمد حمز الصديق ونص الحكم الآدي واحد، إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطن محمود محمد طه والمدعي الثاني في حكم هذه القضية من قبل المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف اثنين، إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحامة في هذه الدعوة محمد مرغني مبروك، رئيس الغضاء ورئيس الدائرة الدستورية